تتقدم مصر بخالص التعازي وصادق الموسال مملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا حادث انفجار صهري جغاز بميناء العقبة مؤكدة على وقفها مع حكومة شعب الأردن الشقيق في هذا المصاب الأليم هذا وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الحادث إلى عشر وفيات وفاد وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الحكومة فيصل الشابول أن عدد المصابين بلغ أكثر من 200 مصاب وبحسب مصادر أردنية فإن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون مع الحادث مشيرين إلى أنه تم إخلاء الشاطئ الجنوبي للعقبة